موسيقى يعني قبل ما تشكل الحكومة دي العتماني كانوا كي يقولون لنا بأنها راح حكومة دي الكفاءات وتوهمنا بأن هذه الكفاءات دي اللي غدا تجي الحكومة را غادين يرفعوا الناتج الداخلي الخام دي المغرب أو غادين يحسنوا المستوى المعيشي دي المغربة أو غادين يهبطوا أو يحسنوا بليطوا الرتبة دي المغرب في تنمية البشرية مقارنة مع باقي باقي الأمام لكن الأسف الشديد يعني هذه الكفاءات اللي جاءت للحكومة بانت بأنها كفاءات عفض ضريب الحقوق وبانت بأنها كفاءات عرف السطو على المكتسبات التي حققها المغرب وبانت بأنها كفاءات عرف تشبت بكل ما هو ردة حقوقية ضد الإشراقات اللي حقها المغربة على مر العقود مر العقود الأخيرة الدليل هو هذه القضية التي ينشغل بها الرأي العام المغربي مؤخراً بخصوص ما يصطلح عليه بقانون استعمال شبكة التواصل الشمعي وشبكة البت المفتوح أنا ما غريش ندخل في التفاصيل لهذه النصوص التفاصيل لهذه المسودة التي سربت والعقوبات والنصوص الزجرية المرتبطة بكل مادة اللي تيهمناحنا بالدرجة اللولى هو أن هذه الوثيقة بانت بحل شي يوليد اللي ما عندهش أب يعني لقية شرعي هات يجينا في الزنقاء ولقينها كل شي يتبرأوا منها الحكومات اللي كتحتر مرأسها كي يجي الوزير أو رئيس الحكومة كي يدافع للمشروع فهذا القانون باش فيناش الوزير الوصي على القيطاع دي العدل ويجيب وجه حمر أمام الرئي العام المغربي ويشرح ويقول لنبي أنه أنا أتحمل المسؤولية في إعداد هذا النص أنا يعني متشبت بهذا النص أو تبين لنا كحكومة بأنه سوء التقدير دينا أو الخبراء الذين اعتمدنا عليهم يعني ما كانوش في كاليبر كبير وبالتالي نعتذر الشعب المغربي وغادي نسحبوا هذه الوثيقة أو سنعدوا وثيقة أخرى ما سمعناش الوزير الوصي على حقوق الإنسان ويجي ويدافع بالنظر إلى أن الحكومة متضامنة في مكوناتها ويجي يقول لك ودي رتبعا لذلك البش ماركين لدرنا على المستوى الكوني رهابا لنا بأنه الدول الفلان فلان فلانية هالنظام لديرت دول أخرى هالإجراءة لديرت وحنا هذه الوثيقة سنعتمدها أو سنعدلها أو سنتخلى علىها ما سمعناش الناطق الرسمي باسم الحكومة احتى وكي يجي ويدافع ويبرر أو يعتذر الشعب المغربي وما سمعناش رئيس الحكومة بدوره باحتباره هو المسؤول الأول من ناحية الدستورية على الحكومة ويجي ويشرح للرأي العام المغربي الملابسات والصياق كل الوزراء بما فيهم رئيس الحكومة يختفى عن الرادار وخلوا الرأي العام المغربي تائه وضحية مجموعة القراءات وتأويلات وهذه المسألة لا يوجد استعجال لأن الرأي العام المغربي كله منشغل بالجائحة الكورونا وبالنسبة للمغرب لا يوجد استعجال اللي ضروري ضروري حيث كين واحد المقتضيات قانونية إما مرتبطة بالقانون الجنائي أو مرتبطة بقانون الصحفة والنشر كافية باش كتنضم يعني هاد الوضع وأي تغرأ من تغرأت لغتبان المشريعنا كان حارس وكان حادير في القانون الجنائي وفي قانون الصحفة وبالتالي لما تسالي كورونا أنا ذاك الحكومة عندها متسع من الوقت باش تنقش الأمور بواحد يعني في جو هذا وفي جو ناضج مع إشراك الرأي العام المغربي مشي عن طريق يعني تريب أو عن طريق يعني تهريب لأن هاد سميته وعلاش لأنه مؤخرا يعني المغربة حقوة حد دفعات حقوقية متعددة وهاد الوثيقة يعني بالشكل التي قدمت كانت تشكل واحد انتكاسة واحد ردة ولكن للأسف الشديد بانت بأن هذه الحكومة حكومة دين انتهازيين وبانوا هاد الوزراء باختلاف مشاربهم ووزراء ما تفكروا إلا في المصلحة ديانهم لأنهم كانوا جدرين أعمام عيونهم تعزيز المكتسبات وتوسيع يعني القاعدة الحقوقية في المغرب بقدر ما كان كهمهم هو تحول الشعب المغربي إلى حطب جهنم وكوقود لاستغلاله في المحطة الانتخابية المقبلة ديالالفين وحد عشرين وهذه قمة الندأ وقمة الندأ وقمة الانتهازية